يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية أهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا مصور صباح الخير عليك يا جمال صباح الخير عليكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامج صباح الخير يا مصر حلقة أول أيام الأسبوع حلقة السبت الموافق 17 ديسمبر في الحقيقة وإحنا بنتكلم الغالبية العظمى من بيوت المصريين في حالة استعداد في حالة تأهب ورفع درجة الاستعدادات القصوى ده بالتزامن مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول تحديدا أو امتحانات نصف العام ويمكن في امتحانات للمدارس الدولية بيكون امتحانات متر تقريبا طيب الامتحانات دي تحديدا بتفكرني بذكرى من الذكريات الأليمة اللي يمكن كنت دايما بيراودني فيها تفكير كده منذ الصغر ليه اللي امتحانات ما تتلغيش؟ ماذا لو؟ إيه اللي هيحصل؟ لو امتحانات النصف السنة امتحانات آخر السنة اتلغت تحديدا تقريبا مرض مواتي اتلغت تحديدا كنت دايما بسأل نفس السؤال ده يا جمانة ليه من امتحن؟ ليه لازم؟ أو يمكن كان وقتها ايامي فكرة منظومة التعليم كانت قائمة على فكرة الحفظ واللي انت تروحي تفرغي الحفظ ده في ورقة الامتحان علشان تعرف انت حصلتي نسبة استعاب قد ايه؟ فكنت دايما نسأل سؤال هو ليه احنا بنمتحان؟ ده انت طفل؟ وانا طفل كنت مدرك انت بتقود؟ لا بل احيانا او الله بل احيانا اللي انا كنت افكر هو انا ممكن اصحب من النوم الصبح لقي نفسي تعبان علشان ما روحش امتحان المتخيلة كان خوف بقى من الامتحان خوف من نظرة اهلي ليه لقدر الله لو انا فشلت لان يمكن انا كان عندي مشكلة كبيرة وقتها ان كلنا العيلة بتاعتي تقريبا فئات عمرية متقربة فانت عارفة نظرة اللي هو ايه؟ ده فلان جاب ازيان منك ده بيذاكر عشان انت علي عبي وما بتذاكرش فكنت دايما ايه؟ ايه المشكلة اللي انا لو مرضت؟ لما جبرت ادركت اللي انا حتى لو كنت تعبت وقتها وما روحتش الامتحان هيبقى عندي مشكلة تانية ان هو ليس يعني مجرد كل اللي يحصل هو مجرد الغاء للمتحان وهيتم او تأجيل للمتحان وقتها وهامتحن برضو يمكن السبب الرئيسي في ده احيانا بيكون قلق من الامتحانات نفسها واعتقد الكل اي حد عنده انترفيو وبيكون عنده امتحان بيكون خايف خايف من ايه؟ خايف ان هو ذاكر كويس واعتقد الرهبة ديما بيجي شغل للشخص اللي ذاكر لان لو انت مذاكر فانت بتبقى خايف بتحصيلك اللي انت ذاكرته كله من توتر الامتحان ورهبة الامتحان ما يطلعش في الوراء لكن الشخص اللي ما بيذاكرش خلاص انا هو عارف انه هو كده كده ما عملش اللي عليها يعني مش شرط والله احيانا في حد ممكن يبقى داخل وثق في نفسه برضو يعني مش شرط حتى لو مش مذاكر؟ ايه لا بول في شخص ممكن يكون داخل مذاكر فبيكون سيبات شخصية بتبقى ايه بالضبط هي بتبقى حسب يكون داخل وثق في نفسه بيكونش متوتر وفي شخص تاني يبقى داخل عارف انه مش مذاكر في ايه اللي هيحصل يعني فبيكونش متوتر والعكس يناس تكون زي ما انت قلت تقلم ذاكرك بيس جدا بس متوترة وحد داخل عارف انه مش مذاكر فبيكون متوتر فهي حسب الشخصية برضو كيف ذكرياتك مع الامتحانات تحديدة؟ ايانا كتير قوي والله بصي كان انا وانا صغيرة بصراحة لا ما كنتش يعني الطفل اللي بيفكر زيك كده يعني ما كنتش عندي كل الافكار دي ما شاء الله نهلا كنت سابق سني في تفكيري بره او نهلا طفل عبقاري ما شاء الله لا احنا انا وانا صغيرة كنت روبوت يعني كانت ماما عاملة نظام كده سيستم هو انا كنت بامشي عليه من غير ما حسي يعني ارجع من المدرسة ننام شوية نصحى او نرجع نتغدى بعد كده ننام شوية الظهر بعد كده نعمل الهومورج الواجب بالزبط وبعدين نشارفة ساعة تمانية مثلا نتعشى ونتهوا ادخل لنام يعني كان فيه نظام ماشي عليه لغاية سنة مش يعني مش قليل يعني لغاية مثلا نقول قولي سنوي وانا كنت طفلة شطرة يعني انا كنت شطرة في المدرسة بس بسبب النظام ده الحقيقة ما كنتش حاسة ان انا بعمل مجهود يعني ما كنتش حاسة انه اياها زاكر ويا عندي لأمة يعني كان النظام ده مستهل علي الموضوع بما اني كمان معتادة عليه فما كنتش حاسة ان انا عندي مشكلة يعني لغاية بقى ما جات السنوية العامة انا ما كنتش عندي مشكلة الحمد لله بس غالبا بما ان احنا حافظين يعني الاسر كلها حافظة السنوية عامة يعني لازم نتوتر جو التوتر اللي بيبقى موجود في البيت نفسه بقى ايه خلاص احنا لوقتي احنا في وقت لازم بقى فيه توتر في البيت مفيش سبب مفيش سبب يعني قراصة احنا فيه نظام وبينذاكر وأنا معروف ان انا الحمد لله بعمل اللي علي فما فيش حنا توتر بس هي احنا توترنا البيت توتر والكهرب وانا مش عارفة توترت ليه سببترين طبعا fires اتوتر زي بقى ماما توترت والبيت توتر بس انا كان عندي بقى ان مكنتش عندي حد في نفسه مارحله العمرية فما كنتش عندي من وضوعة المقارنة ده كنت اشتر من إخوتي الولايات فما كنتش عندي وضوعة المقارنة ده هو أي حد أي أسرة بتبقى عايزة لمصلحة أولادها في الأول في الآخر يعني لغاية بقى ما جات سنوية عامة زي ما بقولك والتوتر بقى بدأ يدخل وأنا كنت عايز معلوم وكنت شطرة جدا في البييولوجي أو الأحياء يعني كنت شطرة فيها جدا أنا كنت دخلت بسبب اللي أنا دخلت بسبب وبعيني معلوم بس جيت بقى يوم تحاني البييولوجي أو قبلها بيوم أنا هقولك على سر بمناسبة عايز معلوم ده ها قلت حيطول السر ولا كمل الأول لا كمل الأول بس وجيت اليوم ده بقى أغمى علي فويحنا عمرنا ما حصل الموضوع ده يعني مع عمره ما حصل ساعتها بابا لا يرحمه لا 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 تأغمى عليك وكلام لا لا خالص ولا حصل أي حاجة أنت عملت اللي عليك وذكرتي هنخش الامتحان ربنا يكرمنا إن شاء الله بمجهودنا أي كان اللي هيحصل بدأ ما عملت اللي عليك خلاص بتقلقيش ومتتوتريش ومفيش حاجة إلا هيحصل وهداني جدا ففعلا لما دخلت الامتحان كنت أهدى كتير قوي وعرفت الحمد لله يعني أحل كويس وده كان التوتر تحديداً تانية سنوية ده تلتة سنوية بقى توتر قل قوي وبالمناسبة تلتة سنوية أنا جبت مجموعة أعلى من تانية اللي كنت فيها ومتوترة قوي وما فيه توتر ففيه تركيز أعلى في فكرة اللي فيه حصلة أكثر بالضبط كده فكان بالنسبة لي تلتة سنوية جبت مجموعة أكبر فالامتحانات بالنسبة لي يعني فيه طبعا توتر بس بحسن التوتر اللي كان عندنا نحن لازم نتوتر يعني هم فيش حاجة توتر بس نحن لازم نتوتر صحيح ودي مشكلة لأن البيت كل الكهرة بدون داعي يعني مفيش ماء يعني ما يستدعي أن نحن نتوتر ودي مشكلة قصة تزيبتها فيهم تحديدا لو فيه شخص موجود في السنوية العامة لكن بعد ما كبرت وأدركت هو إيه اللي هيحصل؟ وانا بخاف ليه؟ يعني هرجع تاني لنفس السؤال اللي بدأت بيه الحلقة ماذا لو؟ لو لم أستطيع التحصيل نتيجة جبيرة أو لا قدر الله عدت المادة إيه اللي هيحصل؟ هرجع تاني من نفس النقطة اللي أنا واقف فيها و أنا خايف علشان هبتدي أذاكر من أول وجديد فابتدي اللي أنا أحصل أكتر علشان أعدي هتبقى للسنة التانية فبالتالي لما أدركت ده تحديدا بقى بس للأسف أدركته في وقت متأخر فبقيت لو أنا خايف من الحاجة بجيب أخرها بجيب أخرها في التفكير إيه اللي أنا هشوفه قدام في حالة لو فشلت في ده في حالة لو فشلت في الانترفيو إيه اللي هيحصل؟ عندي انترفيو وأنا فشلت فيه دخلت مش واثق في نفسي ففشل فبالتالي أنا ما جاءت مخدتش الوظيفة اللي أنا رايح لها فبالتالي هسعى لأنا أقدم في مكان واثنين وثلاثة علشان خاطر ربنا يوفقني في المرة دي وابتدي اللي أنا أحضر وأكون وافق بنفسي أكتر فعادة كمان الثقة في حد ذاتها أصلا بتكون لو هدتكلم تحديدا عن الانترفيوز أو المقابلات طبعا الوظيفية الثقة في حد ذاتها ليه عليها عامل كبير جدا بس أنت قلت لي هتقول لي سر السر اللي قلت اللي أنت قلمي ودخلت يا علمي علشان أنت كنت حبة ده تحديدا أنا بقى على النقيد تماما أنا كنت حارب جدا الحاجات العملي فكان طبيعي اللي أنا أدخل هندسة علمي ألوم أو علم رياضة كان طبيعي خلق أنت واحدة بتحب التفكير وبتحب الحاجات اللي هي فيها شغلة أكتر تفكير مش فكرة حفظة عشان تدخل قدمي ورغم إذا دخلت قدمي السر بقى اللي يمكن محدش يعرفه والدي ممكن يتفاجئ بيه النهاردة وهو يعني بيسمعني كده لو هو صاحب لنمه بيسمعني يعني هيلاقي فكرة أنا دخلت أدبي ومش علمي لأن أنا والدي رجل طرد وخير أنا والدي مدرس فيزياء تحديدا فكان عندي مشكلة أن كان أول ما دخلته أول سنوي كان بابا دائما يقول لي إيه؟ أنت ذاكرت؟ آه طب هاتلي بقى الفيزياء وهاتلي الكيمياء وهو شاطر في الرياضة قوي خلاص؟ ويبتدي يسألني فحسيت اللي أنا أنا ما بحبش الرقابة اللي علي طول الوقت آه فكان دايما بابا يسألني في المواد دي فكان القرار جوايا أنا ههرب من الحتة دي كان ممكن على فكرة يسألك برضو في عادي يجيب الأسئلة ويجيب يسألك في أدب والتاريخ بقى والتغرافيا ولا تاريخ ولا لا لا قررت اللي أنا أهرب من الحتة دي وادخل أدبي تحديدا علشان خاطر أبعد عن فكرة الكنترول اللي بيبقى موجود والتوتر والتحفيز الدائم اللي موجود ففكرة هنا رسالة لازم أقولها برضو يعني من خلال التجربة لكل أم وكل أم سيبوا أولادكم بحريتهم خليهم يعرفوا اللي هم عندهم مسئولية ويبقوا قدر المسئولية آه لازم يكون فيه تحفيز لازم يكون فيه تشجيع لكن بقدر أو قليل لأن الحاجة لما بتزيد عن حدها بتتقلب ضده ويمكن هو ده اللي حصل أو بيحصل مع الغالبية العظمى من الناس عارفين طبعاً أن أهلنا بيحبونا عارفين طبعاً أن أهلنا نفسهم يشوفون أحسن منهم وما فيش حد بيبقى نفسه فعلاً يشوف الشخص اللي قدامه أحسن منه غير الوالد والوالدة حتى الإخوات بيكونوا عاوزينهم يكونوا متكافئين في الفرص لكن ما يبقاش أفضل منك تحديداً علشان كده سيبوهم وتركوا لهم حريتهم وهما أكيد عارفين مصلحتهم وبيشوفوا أكيد نماذج مشرفة بيبقى نفسهم في يوم الأيام يكونوا زيها على أي حال عندنا سؤال النهاردة يا جمانا هو اللي خلنا نفتح الموضوع ده سؤال نا ايه؟ سؤال بقى يعني وانتم في الامتحانات كده فاكرين أي مواقف حصلت لكم في امتحاناتكو موقف لطيف حتى رامو أي موقف بقى معلم معاكو كده من امتحاناتكم المناسبة بقى مناسبة موضوع ده نسير حكي لك موقف بردو مهم جداً سريع سريع لا ما تيلعش سريع كنت مرة كنت مشتكرة كنت بس لسة في المدرسة يعني وبعدين تلغبط في الجدول كان متحان دراسات بين وساينس فانا ذاكرت الساينس ودخلت بتحان الدراسات روحت اتفاجئت من الورقة متحان دراسات حاجة تانية خالص فانا فضلصت في الورقة بس هنا بقى يجي ايه؟ ميزي التنسيستم اللي كنت بقولك يعني انا كنت مذكر كده 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 فما فرقتش يعني فالحمد لله بردو عدت وبرد ما كنت شو بتوترر انه خلاص ايه اللي حصلش حاجة دراسات بدل بدل قلوم ايه اللي حصلش حاجة الحمد لله انت بردو يعني طمت عندها نوع من انواع الحزم وما فيش حاجة ماشية هله لكده زي ما بيقولوا كل حاجة منظمة وحياتها شفتها فكل حاجة عن بيها فيها النظام يعني طبع ربنا يديها الصحة ربنا يخليك على اي حال ده سؤالنا الموجودة على صفحتنا على فيسبوك وستنين اجابات حضراتكم عشان نشاركها ونستعرضها معاكم في حلقة النهاردة صباح الخير مستعد عليكم جميعا صباح الخير يا مصر